ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويعرف ان الله حق وكل حد فينا بالتأكيد مر بهذه التجربة وجعلته هذه البلاية او هذه الشدائد او هذه الكوارث يزداد تعلق بربه سبحانه وتعالى ويشتد ايمانه ويعظم ويتوب ويبعد عن المعصية اللي كان متعمد يعملها في حين ناس تانية الشدة دي والزلزل ده خلاه يرجع بس يرجع لحظي رجوع وقتي بس الناس لما تحصلها الكارثة هب تفوق وتبقى زي الفل يوم اتنين ثلاثة عشر عشرين بعد كده شكرا ايه يا اخواننا انتوا نسيتوا ولا ايه نسيتوا ابوكم لما ماتوا لما ماتوا كنتوا لابسينوا وبتعملوا وبتصلوا بعد شوية خلاص تناسوا تناسوا فالمهم ان ربنا بيقول لنا بيعلمناه هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعد نبدأ يشرح بقى واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ده انتوا عملين تقولوا لنا النبي حكالك وقال لكم انه النصر قريب حكالك وقال لكم ان احنا هننتصر مش هو ده اللي قال لسراقة ارجع يا سراقة ولكا سوارة كسرة سوارة كسرة ايه واحنا هم حصرين والاحزاب جمع علينا وهيقتلونا ويخلصوا علينا فين بقى سوارة كسرة ده اقول لكم على حاجة اكتر من كده هل تعلمون يا سادة ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق مع اصحابه واجه بعه وقسم يعني مسافات قصيرة على الصحابة الاتنين دول مثلا ياخدوا المسافة دي متر مترين حسب بقى قياساتهم ساعتها ودول ياخدوا كذا ودول ياخدوا كذا فجم بعض الصحابة عملين يضربوا لقوا صخرة ضخمة قوي وصلبة جدا مش حاجة تكسر في ايديهم يضربوا مهما يضربوا بالفاس ولا بغيرها من الادوات اللي بيكسروا بها البدائية ساعتها مش حاجة تكسر فنادوا على سيدنا النبي هل سادة سلام نعمل ايه في الصخرة دي فسيدنا النبي يمسك منهم الفاسة اللي بيكسر بها الصخرة يقول بسم الله ويكبر ربنا ويضرب الصخرة تطلع شرر من شدتها مبتكسرش لكن سيدنا النبي لما تضيء وتومد هذه الومضة يقول الله أكبر فتحة فارس الله أكبر يضرب التانية فتضيء وبعدين يقول فتحة الروم وبعدين يجي في التالتة الفتحة تخيبر قال لها فطبعا الصحابة استعربين جدا ده إحنا محاصرين ده إحنا بنعمل الخندق علشان الأعداء قدامنا وشادينا وجههم ويسيدنا النبي تتكلم عن خيبر وعن فارس يعني دول فارس ودولة الفرس اللي ستزول وهتفتح بلاد الفرس وبلاد الروم كمان ف الكلام كبير قوي بس هو ده الإيمان يا أخواننا أنا عند أظن عبدي به علينا أن نظن بالله العظيم كل شيء عظيم اوعى قبل أن تحصر العطاء الإلهي في شيء ضيق لا آمل فيما يعني يمكن أن تؤمل فيه من خير وما تحصروش في أي النطاق ضيق لأن الله قادر على كل شيء وهو سبحانه وتعالى سيعطيك على قدر ظنك سبحانه جل في الله أو يرضيك جل في علام فالمنافقين طبعا سمعوا بالحكاية دي ما الخبر وصل صحيح التلات تلاف مش وقفين جم سيدنا النبي بس اللي سمع وشاف رحكا فالمنافقين بدأوا بقى إيه عارفين يقولك إيه اللي بيلقح بالكلام أهم بقوا يلقحوا بالكلام مش هو ده اللي كنت بتقولنا من شوية فتحة فارس فتحة الروم فتحة خيبر أدي إحنا هو شفت البلاية بقى بتعمل إيه في الناس شفت المحن بتعمل إيه في الناس يتخليك مؤمن تقي تزداد إيمانا وتقوى يتخليه العاذ بالله يزداد نفاقا وكفرا والعاذ بالله فنسأل الله العافية يا رب ارفع عنا البلاء لكن إن نزل وتلك سنتك فنسأل الله تعالى أن تخرجنا من المحن أكوى مما نكون يا رب وتجعلنا كما تحب أن نكون يا رب اللهم أمين فبدأوا يتكلموا بقى ويلقاحوا بالكلام مش ده اللي كان بيقول لكم فتحة خيبر وفتحة بلاد فارس وفتحة بلاد الروم وإذ يكونوا المنافكون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة طب ده الرسول اللي قال الله ماهو أنتم بتقولنا أن الرسول بيبلغ عن الله يبقى اللي بقوله الرسول بيقوله ربنا ماشي شوف كمان موقف تاني بقى نحن هنا بقى يعني دخلين في معركة تانية معركة نفسية بجد يعني يعني مش كيفاء الأعداء اللي قدامنا كمان من دخلنا الله المعسكر بتاعنا الواحد هيحصل فيه ده ناس تتريق وتلقح بالكلام ويقول لك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة يا عمي بقى تحكتوا علينا والنبي دحك علينا وربنا دحك علينا أنتم بتقولوا أي كلام وده إحنا خلاص هيخلصوا علينا أهو وكلمة غرور دي معناها الأوهام يعني يعني تكلموا على وهم حاجة غير حقيقية ويقول لك غرر به غرر به يعني قال له هسقيكوا بتاعه وما سقهوش هديكوا ما دهوش غرر به معسكر أن مجموعة تانية أسوأ من دول كمان يروحوا لسيدنا النبي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يا ثرب لا مقام لكم فارزعوا ويا محمد يا سيدنا النبي إيه ذلينا أسل بيوتنا عورة هي نقصاكم أنتم كمان هي نقصاكم ما تسيبونا في اللي احنا فيه لا يطلع لك مجموعة كده ومجموعة كده مجموعة تبثوا الأفكار السلبية والإشاعات والأباطيل وتضعف من نفسية أهل الإيمان لكن لا إن شاء الله ما يضعفوش طائفة تانية بقى تقول يا أهل يا ثرب لا مقام لكم فارجعوا هتقعدوا هنا تعملوا إيه انتم عندكم بلدكو حتتكو أعدتكو بيوتكو روح وعرف بيوتكو وخلي بالك هنا طائفة دون مجموعة مش كلهم مجموعة منافقين اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورهم ما نفسهم أو غيرهم بس على نفس النسق نفس السياق نفس للأسف الخلل في الإيمان في يقولوا لهم يا أهل يثرب خلي بالك يثرب أنت عفين غزو أعزاب كالسنة كام سنة خمسة كتلسة ما يثرب ولا سميت حاجة تاني شطرين كتسميت سميت المدينة سميت طيبة سميت طابة ونورها النبي عليه الصلاة والسلام فغير اسمها يثرب دي فيها من التثريب وهو أبو الحزن فالنبي غير اسمها فكنهم ينادوا على الناس ويقولوا لهم يا أهل يثرب كأنهم نسوا خالص السنوات الخمسة دي كلها اللي النبي جا فيها ونور المدينة المشرفة عليه الصلاة والسلام ولو مرجعوا لأصلكوا بقى سبوكوا بقى الدنيا خلاص بانت الأضاليل والأباطل والبتاع خلصت خلاص دا كان غرور مدينة ايه وبتاع ايه احنا أهل يثرب يلا يا أهل يثرب تعالوا بقى يلا نرجع لا مقام لك وتعودنا تعملوا ايه حرسين الخندق تعملوا ايه هم كده كده الناس هيخلصوا عليهم يلا نرجع لبيوتنا يا أهل يثرب لا مقام لك يعني ما لكوش قاعدة هنا خلوا الناس دول اللي قاعدين بقى انما احنا لقى احنا أهل يثرب احنا أهل البلدة القديمة احنا أهل المكان دا وهم دول جايين علينا فاحنا هنمشي بقى نرجع لبيوتنا بقى ونرجع تاني لزراعتنا ونشوف حنة يا أهل يثرب فدي دليل على ان الناس دول يعني عايزين يمحوا تماما وجود النبي في المدينة المنورة ويغيروا ما غيره النبي الكريم إلى الأحسن حتى في التسمية يا أهل يثرب لا مقام لكم ما انتم ملكوش قاعدة هنا انتم عاديين ليه انتم عاديين ليه دي مشكلة محمد والجايين من قريش معاه ودول بتاع قريش جايبين الأحزاب معاهم دي مشكلة خلهم مع بعض هم يقتلوا بعض احنا نجع بقى بيوتنا احنا ما فيش الكلام ده ترجمة نانسي قنقر